ميليشيات الحشد تريد تأمين طرق تجارة المخدرات بين سوريا والعراق عبر سلسلة إجراءات أمنية تحت ذريعة ملاحقة المسلحين وتأمين المنطقة كما ذكرت مصادر محلية مطلعة المصادر أكدت أن الحدود مع سوريا هشة بشكل كبير بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله في العراق على معبرين حدوديين غير رسميين تدير من خلال أحدهما تنقلات الأفراد والبضائع والأسلحة من وإلى سوريا فيما تحتفظ بالثاني لتعاملاتها الخاصة مصادر في قائم مقامية قضاء القائم في العراق تؤكد أن منطقة القائم الحدودية مع سوريا أصبحت معبرا للمخدرات إلى بقية أنحاء العراق ينطبق الأمر على المناطق الحدودية مع الأردن وحتى باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا قسد شمال شرقي سوريا عمليات التهريب لا تقتصر على المخدرات فقط وإنما تشمل كذلك تهريب البشر والسلاح والمواشي والنفط والأواني المنزلية والمواد الغذائية حيث تحولت المناطق الحدودية بين سوريا والعراق لا أشبه بالموانئ التجارية الكبيرة وتدار من قبل ضباط في الحرس الثوري الإيراني وتحت إمراتها أناصر ميليشيات الحشد الأموال الطائلة التي تتحصل من عمليات التهريب تشكل رافضا إضافيا لدخل الميليشيات الرسمي وتسخرها لتمويل عملياتها العسكرية وتجنيد المزيد من الشباب في صفوفها فضلا عن بناء إمبراطوريات مالية لزعماء الميليشيات عمليات التهريب هذه تفاقمت بشكل لم يعد يخفى على أحد فضلا عن الحكومة في بغداد ولذلك يرى مراقبون أن على السودان قبل أن يطلق شعارات مكافحة الفساد عليه أن يبدأ بمحاربة هذه الظاهرة لكن كيف له أن يقوم بذلك؟ ومن يديرون ملفات التهريب هم من أوصلوه إلى رئاسة الحكومة ترجمة نانسي قنقر